السلام عليكم الرغم وبركاته طفعه الثاني على سنة 24 يا رب تكونوا بصحة وأفضل الصحة وأحصى الحال. تكونوا مستعدين للامتحانات على خير. تكون الامتحان الاول والثاني على خير وان شاء الله بقيت الامتحانات التي ستعدي عن خير ما فيهم الامتحان الكمسطرين. ان شاء الله بإذن الله هذا الفيديو أقول لكم كيف تستعد الامتحان الكمسطرين بمناتها البساطة والهدوء. وانت حمد الله تعبت كثير طول الترم وبالتالي ان شاء الله ربنا هيكرمك بإذن الله تعالى ولكن لازم تقفل الموضوع مظبوط اولا لازم تكون مذاكر كويس جدا شابتر ثري وشابتر فور مما لازم الشرح الاساسية ثانيا تكون حلية المنزمة بتاعت شابتر ثري ومنزمة بتاعت شابتر فور والاثنين طبعا ليهم فيديو للحل عشان لو في سؤال واحد معك ثالثا تتفرج على فيديو الامتحان اللي نازل لحضراتكم اللي هو اللي هيتشرح دلوقتي اللي هو الامتحان التجريبي اللي الوزارة نزلته عشان تقدر حياتك ان شاء الله تشوف الافكار اللي ممكن تيجي وشكل الاسئلة اللي بتيجي من الوزارة عاملة ازاي الامتحان بيبقى في حدود خمسة وعشرين سؤال مدته ساعتين يعني انت معاك وقت كافي جدا 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 انك تحل كل سؤال وتفكر فيه براحتك عالي جدا ولكن الفكرة كلها لاسترى السؤال كويس جدا جدا من اول رقم السؤال لحد النقطة اللي في اخر السؤال كل كلمة تفرق معاك تحلل السؤال كويس تشوف لو محتاج اكويشن محتاج حاجة محتاج التوضيح من حاجة معينة وبعدين تبدأ ساعتك تحل الامتحان ان شاء الله بإذن الله تعالى ورد المفاهيم ما تعتمدش عليها جامد ممكن اخره يعني هديك بريودك تيبل ديك شوات تعريفات انا مش هديك يعني المنهك كله ولا هكتبلك اكويشن زورة الكلام ده كله لازم تكون مذاكر كويس جدا جدا زي ما وطلح حضرتك على مدار السنة الدراسية كلها فعشان خاطر لازم تستعد كويس شان تخرج مبسوط من الامتحان ان شاء الله بإذن الله بعد ما تخلص الكلام ده كله وبعد اذنك لو سمحت تجيبي الكويزز وامتحان الشهر اللي بتاع حضرتك وتراجع الاخطاء بتاعتك كويس عشان اللي قدر الله لو جالك سؤال زيه ان شاء الله او زي الحاجات اللي انت امتحنت عليها تقدر ان انت تتعامل مع الاخطاء واتقلقش نفس الغلط تاني يبقى كده سريعا عشان نلمك قصة تاني كما لازم الشرح كويس وكما لازم الشرح كويس توري الامتحان النزم واظارة وتراجع الاخطاء بتاعت الكوزز وبها بتاعت انتحان الشهر بتاعتك وتنام لا فابدنة ونذهب الامتحان وإن شاء الله بإذن درجة واحسن نتيجة في الامتحان ان شاء الله وانشاء الله بإذن درجة وانت تستطيع اخر سنو على خير و تخطى رحلة الثالثة سنوية إن شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا إكرمكم و يبقضر لكم اللي فيه الخير بس هم ملع تritt كما قلت لك 있으니까 اذهب الك hogゃ una gaza مخترمة وروح كويس بعد الامتحان �ان الث على في تلتة سنة as well. مش طلب لهك كتير يلا وبيني beberبعا فيديو حل الامتحان التجريبي اللي الوزارة ننزلت للتيرم التانية سنة عشرين اربعة وعشرين يلا. يلابيني. يلابيني نبدأ حل الامتحان التجريبي للتيرم التاني لسنة عشرين اربعة وجوين. بنتحان نزلت الوزارة عشان ساعتك تتمرن قابل الامتحان النهاي. استعزانك قبل ما تشوف الامتحان ده لازم تكون طبعا حلية ملزمة شابتر 3 وملزمة شابتر فور بالكاميرا اشترى اتعمى على الانتحان بسهولة ان شاء الله وتلاقي مفيش مشكلة معاك في الا سئلة نهائية اول سؤال بيقول لحضرتك ايه؟ طبعا المفروض حضرتك على العلم بالميثان مالكيل اللي هو كان الرمز بتاعه وطبعا اللي حابين نرسمه هي بعبارة عن كاربون حواليها اربع تشات تمام وطبعا كل اتفقنا انها بتكون وبناء عليه مفيش ولا ومن هنا لازم تختار ان الاجابة زيرو نظرا لان بتظهر في حالة فقط لا غير لانما في مفيش ابدا ده السؤال الاول السؤال التاني بيقول لك اللي هو طبعا الاسيتايلين لو تفتكر الاسيتايلين كان بيترسم كلاياتي ادي سي معاها تريبل بوند بسي تانية ومن هنا اتش ومن هنا اتش تمام كده لو حضرتك تفتكر اي بوند من دول بيبقى فيها في المنزر ده فبالتالي كل دول يعتدوا بوند بارز وبكده هيبقى عند حضرتك لو هتعد البوند بارز ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة يبقى انت عندك خمسة بوند بارز جوه هزا الكمباوند وبون اعيد اختار الاجابة بي تلاتة طبعا الاسيتايلين نوع الاسيتايلين للكاربون طبعا الاسيتايلين شبه بالزبط هي هي بالزبط شفرق اي حاجة هي عبارة عن كاربون حواليها اربع سيئلات مسكين بالمنزر ده وبنانا عليها ارمى الكاربون عملت اربع بوندات يبقى هي كده عاملة طيب لو الكاربون عملت تلات بوندات يبقى عاملة ولو الكاربون عملت بوندتين بس يبقى عاملة بس فقط لا غير يبقى كده عاملة اربعة سينجل بالمنزر ده يبقى لازم تختار اللي عملت اتنين بس سينجل يبقى لو عملت تلاتة بس سينجل يبقى فعش كده لازم اختار هي الاجابة الصحيحة بناءا على عدد اللي موجود وبكده الاجابة تبقى هي الاجابة الصح لسؤال رقم تالت بعد كده سؤال رقم اربعة اللي قلتوا رحباتكم بيجبوه كتير جدا مش فرقة بقى امونيوم كولورايد امونيوم كورورايد امونيوم كاربونيت امونيوم صالفيت قلتلكم قبل كده اي حاجة بيبقى فيها طبعا التلاتة معاعة من البوند التلاتة بيكونوا موجودين ليه افكرك تاني معلش وتركز معيه ادي الامونيوم كاربونات. طبعا الامونيوم والكاربونات في بينهم ايونيك. لو مسكت الامونيوم نفسها تخش جوها هتلاقي الامونيوم ما بين والاتش الزيادة فيه كوردنت موجود. طيب لو ساعتك دخلت جوه الان نفسها هتلاقي في ان مسكة في ثلاثاتات. وبناء عليه بيكون فيها كوفيلنت. نظرا للان والهايدرون كمان فاشكدا عندك هنا بيكون في ايونيك. وهنا بيكون فيه كوردنيت. وهنا بيكون فيه كوفيلان باند. عشان كلا تلاقي التلاتة بعمل باندس موجودين. سؤال رقم خمسة. من الاسئلة اللي بتلغبط ناس كتير بيقولك ده نابر ايلكترانز ان ستي او تو. كما لك اللي هو الكاربون داي اوكسايد. لو تفتكر الكاربون داي اوكسايد كترسمية عاملة كده معها دابل باند واكسجن من الناحية دي دابل باند بقوق باكسجن من الناحية التانية. طيب طبعا الكاربون ما عندهاش نظرا لان الكاربون هي بتعمل اربع مندات وخلاص على كده الاكسجن بقى هلا كان عندها الاكسجن عندها على فكرة دايما موجودين واحد هنا واحد هنا وهنا كمان واحد هنا وواحد هنا فكل اكسجنية بيبقى عندها اتنين يبقى عدد اللي موجودة هم اربعة وبناءا عليه اختار الاجابة دي. بعد كده سؤال رقم ستة بيقول لحضرتك طبعا المعدن عشان يبقى عنده عالية لازالك عنده كتير وبناءا عليه اختار اللي عنده اعلى وهو الالمينيوم. ايش معنى الالمينيوم? اصل الالمينيوم. توزيعته فعنده تلاتة فيعمل قوية جدا. فعشان كده يبقى عنده علي بيستحمل طبعا الحرارة اعلي. بعد كده سؤال رقم سبعة. بيقول لحياتك طبعا الكمبوند عشان يبقى لازم يبقى لازم يعد لازم يعد لازم وبيلو حياتك مين في دول يقدر يعمل لنا ايونيك بوند طيب بالراحة كده واحدة واحدة. ساعاتك لو مسكت اي تواتمز جبت الديفرنس ما بينهم بسي مثلا ما بين ايو بي او ما بين ايو سي او ما بين ايو دي وبتريت تشكل كده ما بين الديفرنسز هتلاقي دايما اللي يقدر يعمل الوحيد وهو يمثل الاجابة ما بين ايه والسي لانت لو طرحت الرقمين دول من بعض هتلاقي الفرق معدي وبناء عليه ده الوحيد اللي هيبقى وعشان كده ساعاتك لازم تختار الاجابة اللي فيها هيتمثل الاجابة ايه? ودي الوحيدة اللي يبقى عندها انما نبقين كلهم هيبقى وما فيش ولا واحدة تانية تنفع تبقى وجرب طبعا ما بينهم هتلاقي هي الوحيدة اللي تنفع هي ما بين ايه وسي اطرح الرقمين دول من بعض هتلاقي تلاقي فعلا اعلى من وان بوين سبن. تمانية بيروح حياتك ده في جروب تو ايه وده في جروب سبن ايه. تعالنا نادي امسالها مسلا زي المجنيزي زي الكولورين على سبيل المسال يعني. فبيقولوا حضرتك بعض الفصل طيب طبعا ايه لو هو مجنيزي مثلا فهي كان في طمق نمبر تويل فتوزعته تو ايه تو يعني اخر فيها تو فالفلنسي تو. بي ايه لو هو كولورين فوقتهم كنمبر سبنتين توزعته تو ايت سبن ولو اخر ايه فيها سبن فيعمل جل نون فالفلنسي يون. فكده انا عندي ايه بفلنسي تو وبي بفلنسي يون. فلو هبدل لتنين مع بعض هيتكتب ايه بي تو وبناء عليه الاجابة الصحة تبقى الاجابة ايه هي الاجابة الصحية. فالرقم تسعة بيقول لك طبعا عشان يمشي على لازم يكون حواليه تمانية في فلو مسكت الاختيارات كلها هتلاقي ايجابة سي بس هي اللي تنفع عليه نظرا لان سي يقتمك نامبر سكستين توزعت ايت سيكس وهو كتب لك انها يعني خسرت ستة يعني اعتقسرت ستة اللي في الاخر دول. وبناء اللي هيبقى فيها تمانية في كده ماشي على ودي الوحيدة اللي هتنفع. بعد كده سؤال عشرة يقول له حواليتك ايه وبي وسي ودي مديك الاتامك نامبرز بتاعتهم ومديك بتاعتهم وبيقول له حواليتك كل دول يقدروا يعملوا معاهدة طبعا تتحقق لما يبقى فرق من اول زيرو لحد الوان بوينت سبن في الحتة دي كده من اول لحد قبل زيرو فبالتالي لو انت طرحت دائما في الريجن ده 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 يام بولر كوبيلت فوقلك مين في دول مش بولر كوبيلت يمكن لهم بولر كوبيلت معادة واحد فلحسبت مثلا دي وبي اهو وجبت الفرق ما بينهم هتلاقي زيرو كوبيلت طيب دي و سي نفس الكلام زيرو كوبيلت طيب اي و سي الفرق وان فعشان كده لازم اختار الاجابة الوحيدة الصح وهي تمثل الاجابة دي اللي هي سي و بي ليه بقى سي و بي لو طرحت الفرق ما بينهم هتلاقي ان الفرق ما بينهم يكاد يكون زيرو طبعا ثري وثري الفرق ما بينهم زيرو فعشان كده مش بولر كوبيلت ده هيبقى بالعكس هيبقى بيور كوبيلت ومن هنا نقدر نختار الاجابة بي و سيها الاجابة الصحي و بيها الاجابة الصحيحة لايتمثل الاجابة دي لسؤال رقم عشر بعد كده سؤال رقم حداشر كل ده بيفقده الاخير بسهولة معادة طبعا كلما كان حجم كبير كلما افقد الاجترون بسهولة وهو طبعا ما دي كلهم الكليماتلز فانت عندك الليسيوم السوديوم الكوتاسيوم السيزيوم وكل منزل تحت بفقد بسهولة فاصعب واحد يفقد هو الليسيوم نظر هو الاصغر حجما اتناشر بيقول لك طبعا اللي كان بيسهولة في هو كان البازمس نتيجة ان هو بيستحمل مع حضرتك الحرارة وبالتالي يقدر ان هو ما يتهرقش بسهولة وما بيوصل دائرة الكهربية بسهولة تلاتاشر بيقول لك كالسيوم كاربايد طبعا اتفقنا ان الكالسيوم كاربايد بيتفاعل مع النيتروجي فبيدي حياتك كاربون ومعها كالسيوم سيانامايد فالكالسيوم سيانامايد لما بيتحط في المية لو ساعدتك تفتكر كان بيدي لحضرتك الامونيا طبعا ومعها الكالسيوم كاربونات وبناء عليه هي اللي هتطلع في النهاية في سؤال تلاتاشر بعد كده سؤال اربعتاشر ما عندوش يعني مقدرش يتفعل على انه طبعا بتظهر في حالة وبتظهر في حالة طيب لو انت اخدت بالك ده اصلا النيتروجون ده فبيعمل فده ما عمره ما يبقى عنده فهيدي ليجاب الصحة اصل طيب والارزانيك اوكسايد ده انفو تيريك البزمس اوكسايد ده متل اوكسايد وبالتالي ده متل صريح وده ممكن يشتغل بيزيك وده ممكن يشتغل بيزيك انما ده اسيديك اوكسايد فعمره ما هيشتغل ازا بيزيك اوكسايد لانه فلازم يكون اسيديك اوكسايد بعد كده سؤال خمستاشر من الاسئلة الازيزة جدا جدا بيقوله حياتك عند امونيوم هايدروكسايد اللي يدور يفرق لي ما بين الاتنين دول لازم اختار حاجة فيها اليمينيوم اشمعنا مصر حاجة فيها اليمينيوم لان بالراحة كده بواحدة واحدة دلوقتي انا لو عندي السوديوم هايدروكسايد والامونيوم هايدروكسايد وحط لانه الامينيوم صالفيت اللي انا عارفه ان الالمينيوم صالفيت اللي هو شكله عامل كده مع السوديوم هايدروكسايد طبعا هيدي لحضرتك الان اي تو اس او فور بلس ال اي ال او اتش اول ثري صح كده? وده كان طيب هو انك لو اضفت عليه كمية زيادة من ده يختفي. فبالتالي لو حطيته حضو حركة عليه ان او اتش زيادة كان بيختفي ودي كانت الري اكشن من الالمينيوم هايدروكسايد لما بحط عليه ان اي او اتش زيادة كان بيختفي نتيجة تكون السوديم ومعها شوية مي وده كان فكان الوايد بيختفي صح? ده في حالة مين? وحالة الاني واتش طيب في حالة الانتش فور واتش ادي اليمينيوم صالفيت اهو مع الامونيوم بقى هيدروكسايد الاليمينيوم هيديك اناتش فور والتو اس او فور ومعها الالمينيوم هايدرو اوكسايد ده طبعا هيديك برضو بس ساعتها مش هيختفي ليه لان ما فيش اصلا انه موجود عشان نزودها انما هنا مستلم ان اتش فور واتش ففي الاتنين هيطلع بس ده الكمية الزيادة منه هتخفيف عشان كده اللي يفرقهم عن بعد هو الالمينيوم صالفتي ده نفرق عن بعد كده سؤال ستاشر بقولك او المية اللي فيها كالسيوم وماجنيزيوم فعشان نشيل الحاجات اللي متققلة المية او الحاجات اللي منع بتاعة المية والمية تبقى مية صفت عادية هي ده قصلا كلهم نستخدموا عشان يشيل الكالسيوم والماجنيزيوم اينز اللي موجودة اللي تبقى عامل سؤال سبعتاشر بس ايدي حلوة جدا بيالك كاربون دايكسايد وامونيا جازز تحطوا فيه كالسيوم كولورايد سوليوشن لأ بنرحب علاش السؤال لحالي بص بيقولك لو عندي كاربون دايكسايد اتحط على امونيا وتحط عليهم سوديام كولورايد سوليوشن يعني فيه مي ومناء عليه ده كان بيطلع الامونيا اسف امونيا كولورايد ومعايا السوديام باي كاربونات سوديام باي كاربونات ده بقى كان بيتسخن فكنا بناخد السوديام باي كاربونات وانسخنه لما كان بيتسخن كان بيدينا السوديام كاربونات عادي ومعايا شوية مية ومعايا شوية كاربون دايكسايد بيطلعه وبناء عليه لازم هتقول في الاخر ان اطلع لك كاربون دايكسايد جاسم والاسئلة لطيفة جدا جدا طبعا دي كانت مثل. تمنتاشر ويتشوز فارن كومبالنس كوت بيوز ودفرينشيت ما بيني دي مهمة جدا جدا جدا. فرع بيني�로د ال� MOR لازم ليه? لا ان كان لانه كان بيقدر يتفاعل معي وما يقدرش يتفاعل معه و بناء عليه بيتفاعل مع داه وما يتفعيلش مع داه لانه يختفي مع داه مع ده. طبعا ديك بتطلع امونيا. بتطلع امونيا. الوحيدة لما اطلعش الامونيا هي اخر اجابة وهي اصلا معلش ده لو تسخن يا شباب كان بيدينا ومع وبناء علي ما كانش بيطلع امونيا ولا حاجة. بعد كده سؤال عشرين بيقول لك طبعا في المعامل كان بيجي من تفاعل واحد بس وهو تفاعل الامونيا مش نايترايد خلي بقى لك مش نايترايد اللي هو كان الان وطبعا دي كانت اللي كان مصدر لتحضير الميتروجين في المعامل. بعد كده الاسئلة بيقول لحضرتك طبعا اللي انا عرفه ان هو ملح الطعام اللي هو وطبعا اللي ناجد ففيه طبعا دي موجودة في لازمة بتاعتنا وبالتالي بتساعة نقل لكل السلز سواء كان من الامين واسد زوجلوكوز او اين داخل الجسم. بعدين السؤال التاني بيقول لحضرتك طبعا اللي انا عارفه ان اللي سيوم نايترايد لما بدوابه في شوية المية. بيدين الامونيا. فالليسيام مع الهايدروكسايد والان مع الاتش. والان مع الاتش بيديك الامونيا جاس. فبالتالي دي الرياكشن في التكتبع طبعا لسكن بتضرب ديه في ثلاثة وتضرب ديه في ثلاثة وكده كل حاجة تزبط معي. بعد كده السؤال الاخير بيقول لحضرتك بيقول لك بالرغم انه الكوبر تحت الهايدروجين في الكميكال اكتابيتي سيروس الى انه بيتفاعل عادي مع النايترك اسد عادي يعرف السعب العلمي وعايز الاكوشن طبعا زي ما قلتلكوا قبل كده الكوبر فعلا هو تحت الهايدروجين في الكميكال اكتابيتي سيروس طيب ازاي كان بيقدر يتفاعل مع النايترك اسد سواء كان اا او بس بيقدر يتفاعل طبعا معاه ليه? نظرا النايترك اسد ده كان بيتفاك زي ما قلتلك لثلاث حاجات او واتش تو او وان او. فكان الاتش تو الان او بيطلع بره مبدئية. وبعضيها الاكسوجين بتتفاعل مع الكوبر وبيديك الكوبر اوكسايد ساعتها بقى الكوبر اوكسايد هو اللي كان بيتفاعل مع النايترك اسد وبوستف نيجاتيف وبوستف نيجاتيف. فالقوم على الاتش تطلع مية تزيد شوية في بالانس يمكن. الكوبر مع النايتريت هيدي حياتك كوبر نايتريت. فبمنطقة البساطة هتقول له اه بالرغم من الكوبر تحت الهايدروجين الى ان بقى النايترك اسد ده بيتفاك ويطلع اوكسوجين الاكسوجين بتعمل للكوبر فبيكون كوبر اوكسايد فالكوبر اوكسايد هو اللي بيتفاعل مش الكوبر نفسه هو اللي بيتفاعل. وده السبب العلمي اللي ادى لهذا الموضوع انه فعلا النايترك اسد بيتفاك وبيدي لحياتك هذه الاكويشن. طبعا تعمل وكل حاجة تبع مضلوط. وده الامتحان التجريبي اللي نزل من وزارة التربية التعليم. اعتقد انتحان مش صعب ولكن في الاقتلاخر يعني فيه شوية افكار لطيفة. وعشان خاطري لازم تكون مذاكر الكلام ده كويس جدا جدا جدا. عشان تقدر ان انت تتعامل مع اي سؤال يجيلك ان شاء الله بازن الله تعالى. باتمنى لكم كل التوفيق. بنتنسوش تبعاته للارقام بتاعت الواتساب. لو عاملك اي سؤال او اي حاجة. طبعا كده كان المساعدين بعتلكو الامتحان ده. ومعاني الموضوع بتاعه. ده الفيديو بتاع حل الامتحان. اتمنى ما ده يكون سهل وبسيط على خضراتكم. وان شاء الله بازن الله تقشوا الامتحان وتفرحونا بالنتائج بتاعتكم. ننساش تلات حاجات تعملهم. اولا تخلص ملزمة شابتر ثري. سانيا الفيديو بتاع الامتحان ده. بتراجع عليه كويس جدا جدا. وطيغل الافكار دي كويس. تفهم الاسئلة بتحالي ازاي? عشان ربنا يكرم ك وتفرج من الامتحان ابسوط. شوفكم على خير ان شاء الله. الى اللقاء. وبكرة الحمد لله رب العمين نكون خلصنا بقى كل اللي احنا محتاجينه في الترمي التاني. مش بقى بس غير دعوات والدك ووالدتك. وتوفيق ربنا ان شاء الله في الامتحان بازن الله. وربنا يكرمكم على خير. كن سعيد جدا 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 جدا. ان انا معكم الترمي ده. واتنالك كل التوفيق فيما هو قادم بازن الله. وان شاء الله نتقابل تاني على خير في دلتا سنوى ابن الله تعالى. ولكن اهم حاجة ريح كويس. قد اجازة كويسة. لنرى نشغل كتير جدا 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 في دلتا سنوى. ربنا وربي يوفقكم. اكتب لكم كل الخير. كن سعيد جدا. انا معكم الترمي ده. اشوفكم على خير. واتشرف بكم دايما. الى اللقاء.